اشتركوا في القناة ورغم طلاقنا اللي صار لأكثر من سبع سنوات واضافت ايضا قاله ترى الطلاق يقع لسبب خلافات ومشاكل واهل الطرفين فقط من حقهم يتدخنون ويمطون رأهم اب اخوان عمام خوان اشياء شخصية ابد ابد رأي اي متفاعلين مو مهم مو من ما تعرفون انه قبل مرضى بكم سنة انفصلنا لا تصرحون وتقولون تمرض وعافته من ما تعرفون منه تنازل وخسر لا تصرحون استفاديتي منه من ما تعرفون سبب الطلاق ولا سبب الوفاة ولا تظلون تخربطون بكيفكم بعدياي اللي نفرض هو تزوج او انا رحت وكل من عند عائلة جديدة انتو منو متلبيني الالاء افتراظكم النافسكم من تشوفون واحد مريض او وحيد في فيد برنامج تسألون ولدي وين اخوانه وين صح اش قد خربطت وتفلسفت وتطعنت وأنا ساقد تحت رامة الاهلي من ما تعرفون ليش صار طلاقو يا زوجته الأولى لا تقولون أخذتي من بيته من ما تعرفون أعمار أولاده لا تصبحون سرقتين من أطفاله مدام ما تملكون أخلاق دينكم ونبيكم وإمتكم لا تنشرون مثاليات وأنتوا ما تطبقون سلوكيات لا تعتقدوا أنكم منصفين مثالياتكم فقط للمنشور وهذا كان رد ألاحسين بغضب وعصابية على الناس اللي تهموها بعدة اتهامات وأنه بسبب عافتت تمرض ومات بسبب أنه وصعدها وبالأخير لتغلت عنهم وكل هاي الأمور ألاحسين من النوع اللي ما تحب تبرر وتطلع لكن أعتقد الضغط صار أكبر من أنه تسكت يمكن ذا سكتة راح تنفجر فحبة تتفرض طاقتها وغضبها بهذا الكلام اكتب لوجهة نظرك شون رأيك بالموضوع ككل ايجينا نهاية الفيديو شكرا للمتابعة يا أصحاب القنوات الضعيفة إذا تدعم إصاعد قناتك لعلى المشاهدات بالإضافة حقق الألف مشترك كل أربعة ألاف ساعة مشاهدة اللي من خلالها تقدر تدخل برنامج شركاء اليوتيوب وتحقق ربح وقناتك تحصل منه لافلوس ما علي غير أن يترسلني على حساب الانستجرام اللي موجود بتعليق المثبت وهناك راح أفهمك وأشرح لكل التفاصيل